بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا انا شرف لي ان انا كن موجود هنا للمرة الوقت الرابعة رابع مرة كن موجود في هذا المؤتمر الحقيقة كل سنة باجي هذا المؤتمر يمكن السنة اللي فاتت واللي قبلها ما جيتش لكن كل المرات اللي جيت فيها آآ برجع آآ واخد شحن الطاقة وشحنة امل كبيرة جدا. يمكن انتم تفتكروا ان آآ اللي جايين لكم هم اللي جايين يده لكم الامل والطاقة. نعم الحقيقة ان انا برجع من هنا قوي. برجع من هنا كل امل. برجع من هنا سعيد جدا بالشباب والبنات اللي بشوفهم. وبالمحاضرات اللي بسمعها لسه كنت قاعد بستمع لاخوي الحبيب الحبيب علي الجفري وهو بيقول محاضرته. وانا جاي يعني آآ بعده يمكن الواحد يشعر آآ بالخجل لكن انتم حاجة جميلة جدا جدا جدا. مسلمي كندا حاجة رائعة. بولادهم آآ وشبابهم. شوفوا خليني اتفق معكم على حاجة. انا النهاردة آآ يعني آآ مش جاي ادي محاضرة. انا جاي قاعد في بيتنا وسط اخواتي ووسط آآ اهلي وعايز اقول لهم كلمتين من قلبي. ونقص اقلع الجاكتة اللي انا لبسها دي واشمر القميص. ويعني آآ كده مفيش آآ مش جاي ادي محاضرة. انا جاي ادي آآ احساس عايز اوصله للمسلمين في كندا. للاباء والامهات. ارجوكم يا بنات يا شباب اسمعوني كويس الله يخليكم. انا جاي من اخر الدنيا. انا واخوانا اللي جم من كل البلاد علشان يديكم المحاضرات دي. جايين من اخر الدنيا. عايز اوصلكم هذه الرسالة. فارجوكم اسمعوني كويس قوي. وانتم مش جايين تتفرروا علي. ولا جايين تتفرروا على الحبيب علي ولا جايين تتفرروا على معز. انتم جايين علشان نمشي من هنا نطبق. علشان نمشي من هنا ننقل واقع المسلمين في كندا وننقل حل كندا بينا. فانتم موافقين ان احنا جايين عشان نتغير ولا جايين عشان نسمع? اللي جاي يسمع يرفع ايده. في ناس خفزة من الشهمة ام رفع ايده على طول. اللي جاي عشان ناوي يغير ويتغير يرفع ايده. انا شايف واحده ورا خالص اهو. صح تمام. طيب. انا الطلب مني قدي محاضرة عنوانها آآ نمازج. نبوية وحياتية في حياتنا هي صعبة شوية بس انا هسهلها يعني. لازهار الحق في زمن الاكاذيب. كلام صعب. حد فيهم حاجة? احنا عايشين المخاضرة عايزة تقول ايه? او الفكرة اللي اطلبت مني ايه? احنا عايشين في زمن صعب قوي. موافقين على كده? وزمن سواء في الغرب او في بلادنا او اللي جاي من سوريا او اللي جاي من مصر او اللي جاي من العراق او اللي جاي من اليمن. زمن صعب جدا. انا عايز تقول لي خمس حاجات امسك فيها. انا فزها في الزمن الصعب. هي دي المحاضرة. ماشي? خمس حاجات. اتمسك بيها. وافضل ماسك فيها قوي? وانفزها في هذا الزمن الصعب. وانا جاي اقترح عليكم خمس حاجات حضرتك تنفزها وانت هنا في كندا. وعشان كده بقول لكم دي مش محاضرة للاستماع. دي محاضرة للتنفيذ. واللي يقدر يكتب على الموبايل بتاعها او يقدر يقوم يسجل عنده النقط علشان حنروح بنشتغل بها. زي ما الحبيب علي كان بيتكلم من شوية ازاي حنتعامل دون الاقصاء والتفاعل مع الاخر? وطلعنا بالرسالة دي? انا عايز اطلع معكم نمشي من هنا ننفزها. موافقين? حد موافق? طيب ماشي. النقطة الاولى. في الزمن الصعب. في الايام القاسية. لما بتزداد الدنيا صعوبة وبتبقى قاسية علينا قوي. وبنبقى مش عارفين فين الصحة وفين الغلط. اول نقطة باقترحها عليك. عشان تفضل على الحق. عشان تفضل كويس. خلي بالكم الزمن الصعب ده بيبقى مليان مادية. من اول عبادة الدولار. لغاية انك تاخدك دوامة الحياة. واتته فيها. اقول لك على حاجة تخفض عليك وعلى ولادك. ما اتتهش. يعني في ظل اللخبطة تفضل ماسك. عارفين لما يبقى عاصفة جمدة جدا. وخلاص وخطير انت. انت اولادة. فتلاقي شجرة اماسك فيها فتجمنت. في هذا الزمن الصعب. اكتر حاجة تجمدك. انزل للناس وفا على الخير. الدنيا بايزة مش كده. الناس منطلخبطة ما لكش دعوة. بيقولوا في بلادنا ناس بتضرب بعض وناس بتتخنق مع بعض. وبيحصل كذا وكذا في مصر وسوريا. طيب وانت بتعمل ايه? انا زعلان على الوضع. انت بتعمل ايه في كندا? انزل واعمل الخير. عهد على كل واحد قعد هنا. ستة او راجل كبير او صغير لازم يبقى لك عمل خيري في كندا. انت مش متفرج. انت مش جاي تاخد خير كندا وتروح. انت مش عالة على المجتمع في كندا. انت مش ضيف. انت صاحب ارض. انت صاحب بيت. اخدم الناس. اعمل الخير. يا بناتي اللي موجودين هنا يا شبابي اللي موجود هنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اليد العليا خير من اليد السفلة. اوعوا يا مسلمين تبقوا يد سفلة. هتطلخبطوا وحيطلخبط عيالكم. والله العظيم دكتور شرب. هتطلخبطوا وحيطلخبط عيالكم لو عيشتوا في كندا. عايشين عشان نستفيد من المنافع. وقدينا عايشين في كندا. وكتر خيرهم بيعملون مؤتمر بنشوف بعض فيه وبنحس بالروح الاسلامية. وشكرا كندا. غلط. لازم يبقى لك ايد بيضاء في كندا. لازم انت وولادك تعملوا خيرات. لازم تقدموا حاجة للمجتمع اللي انتم فيه. لازم تحسوا ان انت كمان يد عليا مش يد سفلة بس. اللي مالوش اضافة خير في البلد دي يخاف على ولاده في المستقبل ولو علمهم القرآن وحفزهم القرآن. واقعدهم ليل ونهار يصلوا ويصوموا. اول ما هيجبروا ما تضمنش هيروحوا فين. لان هو غزبا عنه بيفكر فعقله من ورا ان احنا ايد سفلة. مهما كلمت عن القيم. ومهما حبيبتيها في الدين. ومهما قلت لها الصلاة والصوم. لو حس ابنك ان المجتمع كله ايده فوق. وانا وماما واخواتي ادنا تحت. في المنافع الطبية. في المنافع الاجتماعية. في التعليم. في الحرية. لو لقيت نفسك بتاخد كل الحاجات دي وما بتبديش. خاف على عيالك. مش هيكملوا معك. انا بقول حاجات عن تجربة. انا بقول حاجات حقيقية. يا بنات عايزة يا امهات عايزة تحافظي على هوية بنتك الدينية والايمانية. لازم تخدم المجتمع اللي هي عايشة فيه. ما فيش حد يتفرج. احنا بنخدم كندا. لاننا عايشين على ارضها وبناكل من طرابها. وبنحبها. وبنحب الناس اللي عايشين معاها. وده جزء من ايماننا. وده جزء من محافظتنا على نفسنا. انزلوا للناس يا جماعة. انزلوا للناس. ما بلاش نقفل على نفسنا ونفضل مسلمين. المسلمين عايشين لبعضهم. خليني احكي لكم شوية حاجات. موتعة في الحياة. انك تنزل لناس محتاجة وتساعدها. بصرف النظر عن لونهم. انزل لل انزل للبسطاء وساعدهم. اعمل جامعية لزاوي الاحتياجات الخاصة. بلاش كل خرنا يبقى للمسلمين بس. شارك في جامعية. مهتمة بالناس الهوملس. شوف الناس اللي عندهم مشاكل في المخدرات وتقدر تساعد في ايه. دور على مشروع تنموي. البلاد دي مليانة جامعيات خيرية. مش لازم تبقى الجامعية لخدمة المسلمين بس. انا ليه صديق اسمه اسامة. اسامة آآ سوري. يعيش في النمسا. اسامة آآ في النمسا آآ قرر ان هو يروح يتطوع في المطافي. هناك في بعض المقاطعات المطافي آآ يعني اقطاع خاص. والناس بتتطوع فيه. فراح في المقاطعة بتاعته فراح لل الراجل الرئيس المطافي هناك. وقال له انا لائق جسديا وانا آآ عايز اتطوع. الراجل شافه عارف طبعا ان هو عربي وشكله مسلم. فالراجل رد عليه حتة رد. قال له انت عايز اتطوع في المطافي قال له اه. قال له بس على فكرة احنا ما بنطفيش بيوت المسلمين بس. وصلت. السمعة اللي عندنا ان احنا بنشتغل للجالية بس. قال له بس احنا ما بنطفيش في بيوت المسلمين بس. فقال له انا عشان كده جيت. اسامة بيقول لي بعد تلتة شهر بقيت احب الناس للبلدة كلها. لاني ما طفتش بيوت المسلمين بس. طفوا بيوت الناس الغلابة في كندا يا جماعة. طفوا بيوت الناس. ساعدوا. كلها ده المسلم. المسلم زي المطر مطرح ما ينزل ينفع. خليني اقول لكم آآ. معلش تجربة في بلدي انا مريد بيها. عايز اوصل لكم ان الذ لذة في الحياة. احلى حاجة في الدنيا. انك تساعد انسان محتارك. انا كنت ماشي في اسكندرية حد هنا من مصر. طب حد من اسكندرية? هم هم? طيب ماشي. انا من اسكندرية اصلا. وكنت نازل. وكنت نازل آآ اسكندرية ساق عربيتي معا شاب سعودي صديقي. وصلنا على حتة جنب المنتزة كده. الطريق واقف خالص. واقفت العربية ما بتحركش. عندنا في مصر اطفال الشوارع. بصيت لقيت خمس ست ولاد جايين بيجروا. وشوهم يعني يعني واضح ان هم بيشحتوا بالطريقة ديا عايزين يمسحوا العربية وكده عشان ياخدوا فلوس. فاحنا متعودين في مصر في الطريقة الموضوع ده وانك على طول مودي وشك الناحية التانية. علشان لغاية ما الاشارة تمشي لانهم هيعودوا بقى يخبطوك على الازاز وكده. فانا عملت كده. وبعدين غصبا عني بابص بعيني كده. لقيت ولد شكله حل وقوي. قوي. شكله جميل فعلا شكله بريء جدا. فغصبا عني قمت فاتح ازاز العربية وقلت له تعالى. انت اسمك ايه? قال لي انا اسمي ربيع. قلت له انت عندك كم سنة يا ربيع. قال لي انا عندي عشر سنين. قلت له انت بتعمل ايه هنا يا ربيع? قال لي امي بتسرحني. حد عارف انا ايه بتسرحني? امي تلاقي اللي بيترجمه مش عارفين يكتبوها دلوقتي. امي. قال لي انا امي بتبعتني اقف الشارع اداي العربيات عشان يدوني فلوس. قلت له ربيع انت عندك اخوات? قال لي احنا تبق سبعة اخوات عايشين في قضاء واحدة. قلت له ربيع انت ايه اللي في وشك دي? قال لي ده واحد ضربني بمطوب سكينة. قلت له ضربك في سنك ده? قال لي واحد زيك اداني عشرين جنيه. فخدت العشرين جنيه وجيت احطها في جيبي فجي واحد زي بس كبير قال لي هات العشرين جنيه مردتش يديهاله ان ضربني بالسكينة اخدها. قلت له ربيع انت اتنسكت قبل كده رحت الاسم قبل كده. قال لي انا رحت اربع مرات. قلت له قعدت كل مرة قد ايه? قال لي قعدت ست سبعة ساعات لغد ما طلعوني. قلت له ربيع انت نفسك في ايه? قال لي نفسي اتعلم. نفسي اتعلم. قلت له ربيع انت ما دخلت المدرسة? قال لي امي طلعتني من تلت ابتدائي علشان اجيب فلوس. قلت له ربيع يحصل ايه لو انا طلعت الفلوس اللي في جيبي دلوقتي وديتها لك وديت لك مبلغ كبير. اضمن من انك هتتعلم. قال لي تضمن بحاجة بسيطة قوي. قلت له ايه? قال لي لما تيجي المرة الجاية ما تلاقينيش واقف له. انا اديت ربيع الفلوس ومعرفش هيعمل بيها ايه? انتوا تحمدوا ربنا ان ربيع ده مش انك. انك تحمدي ربنا ان ربيع ده مش اخوكي. مسكين. انت بتتعلمي في كندا. واحنا في بلدنا مش عارفين نتعلم التعليم اللي انت بتتعلمه. يا جماعة اعملوا الخير. عشان ربنا ما يسحبش منكم نعم. انت مش هتنزلي مصر ولا سوريا الدورة على ربيع دلوقتي. بس انت عايشة هنا. والارض كلها بتاعت ربنا والخلق كلهم عباد الله. ساعد الناس. ساعد الناس عشان ربنا ما يحركيش. فاهمين يا بنات? البنات اللي تحت عشرين سنة هنا يرفعق ديهم. طيب البنات اللي تحت خمسة وعشرين سنة يرفعق ديهم. يا بنات كل سمعيني? اوعي يمر عليك الاسبوع الجاي من غير ما تكون يا بعد بدأت تعمل الخير. تعرفين يا جماعة في الزمن المادي اللي احنا فيه كله بيدور على الناس الاغنية والناس اللي في مستوى يتعامل معهم. اكتر واحد عايز يحافظ على نفسه ينزل للغلابة. على فكرة دي كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم. سأقول لكم حاجة. كذا مرة في بلدنا العربية حصلت محاولات ان حد يعمل نهضة فشلت كلها. عارفين ليه فشلت كلها? لأن كل اللي حاول يعمل نهضة كان يدور على النخبة المتعلمة وبيسيب الشعب الحقيقي. لكن النبي ما عملش كده. ام جايب اهل الصفة فقراء المدينة وسكنهم جنب بيته. ما قالش دول ينزاح ويسكنوا في عشوائية من العشوائيات البعيدة. وانا اللي يسكن جنب بيتي ابو بكر وعمر. لا 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 اهل الصفة يبقوا جراني. ويقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين. ده بيبعت رسالة. يا جماعة لو عايزين تحافظوا على نفسكو في زمن المادية انزلوا للناس التعبانة. في كندا في سوريا في اليمن في مصر. وانتوا في اجازاتكو. يا ناس اللي جايين من بلاد اللي برا. لازم كل واحد فيكو يبقى شايل عيلة هناك. لازم تنزلوا للغلابة. لازم. في بلادكو وهنا. وايه وعي يبقى في بلادكو بس وهنا كمان. بس كمان بلادكو محتاجة منك. لازم تحس ان الارض اللي طلعتك ليك عليها واجب اذا كانت يمن ولا مصر ولا 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 المغرب العربي ولا ولا الجزائر. لازم تحس انك مسؤولي. انا بتأثر جدا بقصة النبي مع جولايبيب. النبي صلى الله عليه وسلم. انا لو سألتك انت مين اللي في دائرة اهتمامك. هتلاقي صاحبك وخلتك وفلان وقريبي. لكن تعجب لما تلاقي النبي في اللي في دائرة اهتمامه الغلابة. النبي صلى الله عليه وسلم يروح لواحد اسمه جولايبيب. جولايبيب دوا فقير معدم. وشكله مش حل. فالصحابة بيتجنبوه. لكن النبي النبي صلى الله عليه وسلم يروح لجولايبيب ويقول له هل تزوجت يا جولايبيب؟ فقال ومن يزوجني يا رسول الله. انا ده انا غلبان وشكلي حدش حيود يجاوزني. فقال انا اوزوجك. ايه ده النبي حيخطب له. انت متخيلة والنبي جيه يخطب لبنتك تطيري من الفرحة قديه. لا النبي مش هيخطب لكبار الناس. النبي حيخطب للغلابة. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لابو بنت. وقال جئتك خاطبا. فقال لنفسك يا رسول الرجل انبسط او النبي حيجوز بنتي. فقال لا. قال فلي من يا رسول الله؟ لمن؟ لعلي؟ لحثمان؟ لمن؟ فقال لجولايبيب. فقال جولايبيب. امهلني يا رسول الله حتى استأمر امها. ارجع امها. طبعا امها ايه؟ عارفين انتم هتعمل ليه طبعا يعني هتقوم خطى علىها. هي بنتي بايرة علشان تتجوز جولايبيب. فامها قالت اما وجد رسول الله الا جولايبيب؟ لكن البنت كانت عقلة. قالت يا ابتي ما جاء برسول الله من بيته الها هنا الا وفي الامر خير لي. يا السلام على البنت. اذهب يا رسول الله اذهب يا ابتي الى رسول الله واخبره اني قبلت. الراجل تلكأ شوي. مش 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 قادر. لكن البنت بتضغط تصدقه. احساسها عالي او. على مراجل يروح للنبي تكون جات معركة. ويكون جولايبيب طلع في المعركة خلاص يا خسارة مش هي الحق يتجاوز حيموت شهيد. وتنتهي المعركة فالنبي يسأل من تفقدون? حد مفتقد حد. فقالوا نفقد فلان وفلان الناس اللي بقى الكبيرة المهمة قال اما انا فافتقد جولايبيب. يا سلام على على حنيتك يا رسول الله. انت يا جماعة احنا ينكده. ولا بتقوله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالبقى بس. هو ده هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تبقي على قدم النبي صلى عليه وسلم روحي للغلابة. روحي للناس روحي للناس المسنين اللي عايشين في بيوت المسنين هنا في كندا. طب طب يا عليهم. روحي تفضل المادية واخدامة لغاية امتى. عايز ترجع لحقيقتك في زمن الاكاذيب. روحي للغلابة هم دول حقيقة الناس. اما انا فافتقد جولايبيب. قوموا بنا نبحث عنه. فيدور عليه النبي فيلاقيه في القتلى ميت وحوالي سبعة موته قبل ما يموته. فقال انظروا انظروا يعني ايه شفتوا ليه انا بحبه. ما مات حتى قتله. ويرفع ايديه للسماء ويقول اللهم اني اشهدك. اني راض عن جولايبيب. هذا مني وانا منه. يا سلام. هو ده اللي مني. هو ده اللي حتة مني. حد ما شعره كده تجاه الغلابة يا جماعة. يا جماعة. والدنيا بتلف الدنيا صعبة. وبعد الشر على اولادك. بعد الشر بعد الشر عليهم. لو فضلوا كده. وفضلتوا كده في حالة عالي. عن الغلابة. حد شعر في حصل ايه. في حديث نبا وجميل اوي اسمه. بيقول داو مرضاكم بالصدقة. بيحكي لي واحد صاحبي بيقول لي آآ عندي ابن ست سنين. فجأة الولد بدأ يضعف ما بيكلش. فجأة الولد في حالة هزال شديد خدناه كشفنا عليه التحليل الولد الولد مصاب بالسرطان. بيقول يعني بقيت بموت. وحلتي زي الزفت. بيقول في يوم من الايام انا ماشي. لقيت واحدة ست بتطلع من الزبالة اكل. حد شاف في كل منظر ده قبل كده. حد شاف حد بيطلع من الزبالة اكل. طب وعملت ايه? ولا حاجة. فهو بيقول لي شفت واحدة ست بتطلع من الزبالة اكل. صارت علي ستة كبيرة. قلت لها مالكة حاجة. قالت لي بربي تلت بنات. يتامة. ماليش غيرهم. ما عندناش اكل. فمش ادها ارشين. لا 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 عمل حاجة اكبر بكتير. قال لها تعالي يا حاجة. والله القصة دي هو اللي بيحكيها لي. تعالي يا حاجة. واموخضها على الجزار بتاعه يا عم محمود. الست دي حجي لك كل شهر. هتديها كمية لحمة كذا كذا كذا. الحساب عندي. خدها وطلع بيها على قلب بتاعه. السوفر ماركت. الست دي حجي لك كل شهر. هتاخد منك زيت وسكر. وزياء كذا كذا كذا. الحساب عندي. خدها وطلع بيها على التارزي بتاعه. الست دي حجي لك كل ستة شهر. هتفصل لبناتها كذا 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 كذا. تفصل الله اللي هي عايزة والحساب عندي. رضي يا ست. اهدت تدعيله. بيقسم بالله. بعد اسبوع. رايح يعيد التحليلات للولد. الدكتور بيقول له هاتلي الولد اللي كان بيعمل التحليلات. مش ده اللي كان بيعمل التحليلات. يقول له لا والله هو ده اللي كان بيعمل التحليلات. يقول له الولد ده سليم ما فيهوش حاجة. يا اما التحليلات اللي احنا عملناها كانت غلط. يا اما الولد ما فيهوش حاجة. فبيقول ما روحت مش مصدق. ابني خف. بيقول بقلب كده. في حديث الترمذي بصيت لقيت حديث داو مرضاكم بالصدقة. اللي عنده حد عيان يدويه بانه تصدق. اذا النقطة الاولى اللي عايز اقولها في زمن في زمن نعيش في مليان سراع ومادية امسك في الغلابة. يحصل لي ايه? تثبت. امسك في الغلابة فين? في كل الارض. في بلدك وهنا. يا سلام من كده لو تتولع ائلة فقيرة في بلدك. ويا سلام لو تخش جمعية خيرية كندية تنضم اليها. بحجابك كده. بصلاتك كده. باسمك اللي اسمه محمد او اسمك علي او اسمك خالد. يا سلام. يا سلام على الامج الرائع اللي حيتعمل للمسلمين. من غير ما تكون عايز تدخلهم في الاسلام. ارجوك ارجوك. عشان بس نحترم. عشان نبقى محترمين. دي النقطة لكم. النقطة التانية اللي انا عايز اقولها. في زمن الفتن والمدية والاكاديب ينتشر ايه بخطير? التطرف. التطرف مش لازم تكون بمعنى جماعة متطرفة دينية. التطرف الفكر. التطرف في طريقة الحياة. يا جماعة يا كل اللي حاضرين هنا. الاسلام دين الوسطية. والوسطية مش كلام فكري. الوسطية بنعبد بها ربنا. وكذلك جعلناكم امة وسطة. كلمة الوسطية دي لازم تنتشر بين بناتك. لازم تنتشر. يعني ايه وسطية? يعني احنا افكارنا معتدلة. في نظرتنا الاسلام معتدلة. بنتعامل مع الغرب من غير عقد. من غير مفاهيم اسلامية. من الصحيحة تخلينا بنكره الاخر وبنتصارع مع الاخر. انا في منطقة الوسط. وتربي البنات على كده. وتربي ابنك على كده. الافكار المتطرفة بتنتشر لما يكون في زمن زي الزمن اللي احنا عايشين فيه دوان. طب الحل ايه? الحل وكذلك جعلناكم امة ايه? يعني ايه امة الوسطة? وبعدين شوف شوف الاية اللي بعدها لتكونوا شهداء على الناس. طول ما انتم وسطيين? تيجوا يوم الايامة تشهدوا على الامم. يعني ايه نشهد على على الامم. يعني تيجي امة امة والمسلمين يقفوا. ويقولوا الامة ديا كانت متميزة في كذا وكذا وكذا وكان ناقصها كذا. احنا? احنا يا مسلمين نشهد? اه. ليه? اصل انتم في النص. طب وليه احنا يعني نشهد? اصل في النص شايف الطرفين. صح ولا لا? ها? تخيل كده. لو انا النحية دي. هشوف ايه? اقصى حاجة هنا لكن هشوف هنا? لا. طب لو انا النحية دي مش هشوف هنا. لكن امتى بقى شايف الاتنين بمنتهى الوضوح? اللي فين? اللي في النص. فاحنا نشهد يوم الايامة يا خوفي لا ييجي ناس من المسلمين يوم الايامة. وما يشهدوش. ويستبعدوا من الشهادة. انت لا. ليه? ده انا من امة محمد انت ما كنتش في النص. انت كنت متطرف في طريقة انفاقك. كنت متطرف لما بتغضب. كنت متطرف في نظرتك للدين في حاجات عقتها وهي الدين اسهل من كده بكتير. انت كنت متطرف. ما ما تشهدش على الناس. يقول النبي يأتي نوح وقومه يوم القيامة. فيقول نوح يا رب كذبوني. وتقول ويقول قوم نوح يا رب لم يبلغنا. ما قال لناش حاجة. فيقول الله نوح من يشهد لك يا نوح. فيقول محمد وامته. فتيجي بقى حضرتك تشهدي لسيدنا نوح قد بلغ. طب وانت شفتي انا كنت في منطقة المنتصف فكان عقلي متوازن. فكنت شايفة كل حاجة. اوعوا تفقدوا المكان يا جماعة. يا اولاد ويا بنات صلي وعبد ربنا. لكن بتتعامل مع الناس ببساطة. انت وسطي. ويا امهات دايما نخلي بالك على اولادك. يحبوا الدين. ده ده اسعى ديوم في حياتي لما يحبوا الدين. بس يحبوا الدين ويفضلوا عقلاء. محافظ على شكله. وهو ده الاسلام. محافظ على مظهره. محافظ على هندامه. محافظ على وده في التعامل مع البشر على اختلاف اديانهم. بيسلم بود مبتسم طبيعي. بيتعامل مع الحياة بيلعب رياضة. وبيخرج وعايز ينجح في الحياة. ومش منغلق. هو دي الوسطية. انا اخاف والله انا شخصيا انا اخاف يوم الايامة اجي وانا ماي الحتة كده. لأ طب وليه انا عايز ابقى في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وخاف يوم الايامة اجي ماء الحد. انا عايز ابقى في النص. انا انا حاعد احافظ على نفسي في النص. تعرفي تحولي على طول. وبرضو في النص ما لاقيش ابني آآ بطل صلاة. واقول بس هو في النص. لأ. انا انا عايز امه وسطه. مسئولية الامهات الحقيقة. ومسئولية الاباء. وعايز ملاحظة. والبنات والشباب اللي قاعدين. والله يا يا بنات ويا شبابك. ما بين يور مافيش وهي دي الوسطية. مافيش كلاش. مافيش كلاش. عندنا خمس ستة حاجات حرام. عندنا حاجات حرام. ثوابت. ما نقدرش نتكلم فيها. لكن بقيت الحياة انجحوا في الحياة. والبسوا كويس. اتحكوا. وانبسطوا. وتعرفوا على الناس. وخليكوا ودودين. وبركل الناس في اعيادهم عشان يبركلكوا في اعيادكم. وخليكوا منفتحين. ومؤمنين. محافظة على الصلاة قوي. بحب ربنا قوي. وعايز اردين. وبغلط. بس بستغفر. وسطي. وسطي. وعايز انجح جدا. وبفيد المجتمع اللي انا عايش فيه. انا وسطي. بخاف الزمن اللي احنا فيه دوا من شطحات التطرف. فالله يخليكوا. دي الوصية التانية. واسمعوا كده معايا. اسمعوا معايا كده الايات. الاسلام ما سبش حاجة الا وتكلم فيها الوسطية. الانفاق. فلوس. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. مش كده? طيب. النظر للحياة. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحسن كما احسن الله اليك. طيب. عند الظلم. لو حد ظلمك. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفى واصلح. فاجره على الله. شوفوا شوفوا الجمال في الحرب. في القتال. حتى في القتال وسطي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا. هي دي الاية النسخة على فكرة. يحسن حد يقول فين ايت السيف ده هي دي الاية النسخة. وكلام ده كلام ابن تيمية. هي دي. ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. وبعدين بقى في كل حرف الدنيا. محمد رسول الله والذين معه. اشداء على الكفار. رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا عباد. ذلك مثلهم في الطورة. عشان الطورة مدية. فبيوزنوا بالوسطية. ومثلهم في الانجيل عشان المسيحية روحانية. طب مثلهم في الانجيل ايه? كزارع اخرج شطأه فازره فاستغلز. نشى غيلة ومشمرة وبتزرع الارض وبتعل البنى. فجاب في الطورة عكس اليهود. عباد. وجاف في المسيحية عكس المسيحيين. بيبنوا بيعمروا بيشغلوا. علشان يقول قدي الامة وقدي التوازن والوسطية. هل انت وسطي? ممكن نعمل اختبار. مين يدي نفسه في ضوء اللي انا قلت دوا. فوق الثمانية من عشرة في الوسطية. يرفع ايده. ينهروا بيض. تمانية من عشرة. بس كده. طب 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 من من ستة ونص اللي ما فوق يرفع ايده. طب خمسة من عشرة. طب اربعة. يا جماعة دي ده انت كده تضمن انك مع النبي مية في المية يوم القيامة. شد. شفته طلعت مهمة قد اين? انا ناس تايها. يحصل حاجة خطيرة جدا. ايه هي? يقل الوفاء. معلش خلق. انا بوصيكو في هذا الزمن الصعب. عشان تفضل محافظ على نفسك اصيل. الوفاء لكل اللي وقفوا جنبك. مين يوعدني النهاردة بعد ما تخلص المحاضرة ديا يعمل مكالمة وفاء. مش واحدة اسمها وفاء يعني 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 يعمل مكالمة لواحد صاحب فضل عليه. والله يا جماعة في الزمن دوا من كتر من ناس متلخبطة والمادية واخداهم والاصالة بتروح. طب ايه اكتر حرب تضيع الاصالة ترك الوفاء. عايز تفضل يا اصيلة الوفاء لله اكرموكي. فاكرين فاكر المدرسة اللي كان بتعلمك وانت صغيرة? فاكرين يا بنات المدرسة الكندية اللي كان بتديك السان اللي فاتت? ممكن تكلميها في التليفون النهاردة? فاكر الرجل اللي وقف جنبك عشان تعرف تيجي وتشتغل هنا. فاكر لما عملت غلطة فلانية كنت هتترفت بيها واحد وقف جنبك? اخبار الوفاء ايه? تدي نفسك كم من عشرة في الوفاء. لو تدي نفسك كتير انت اصيل. انت في زمن الفتن محترم. الوفاء ترمومتر الاياس بتاع الاخلاق في زمن الفتن. طب قديكم مسأل نبوي مسأل جميل قوي 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 قوي. وفاء سلاسي يعارفين في البسكت الضربة الثلاثية. وفاء سلاسي في خطوة واحدة. النبي داخل مكة. يوم فتح مكة. كويس? مين اكتر تلاتة وقفوا جنب النبي في حياته? وقفات كبيرة قوي. عمه ابو طالب مع انه مات مش مسلم. خديجة زوجته. الانصار. مش كده? توفقوني? من اكتر التلاتة اللي وقفوا جنب النبي في حياته. طيب النبي داخل مكة. حيسكن فين النبي صلى الله عليه وسلم? بيته? لا بيته راح. مين اللي خد البيت? عقيل ابن ابو طالب. اخو علي? اخو عليه ابن ابي طالب اه عقيل. عمل ايه? خد البيت. قال بتاعي مش بتاعه. ده بيت قديجة. خده. عقيل ما هو عقيل ما اسلمش لسه. طيب فأسامة ابن زيد بيقول له اين ستقيم يا رسول الله? هتوعد فين يا رسول الله? فقال له النبي وهل ترك لنا عقيل بيتا? هو انا عقيل سبلي البيت? طيب ما تاخد منه يا رسول الله. ده انت الفاتح المنتصر. فقال له. وفاء لأبو طالب. ده الولد واخد بيتك. بس ابوه اكرمني. بس الولد وابوه مش مسلمين. بس ابوه وقف جنبي. بقى يوم مفتح مكة اول حاجة اخد من الولد البيت. لا مش هاخد البيت. ايه ده? ايه 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 الاخلاق دي يا رسول الله? ايه ده? ايه الجمال? ده ده ابو طالب مات من زمان. والولد وحش. اسلام بعد كده عقيل يعني. لا 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 لا. وفاء لأبو طالب. طب يا رسول الله فاذا فاين ستقيم? ابنه انصبه لي خيمة. فين يا رسول الله عند الكعبة بقى عشان الناس كلها تيجي تقابلك لا بعيد شوية. فين? عند قبر خديجة. لتشاركني نصري كما شركتني احزاني. يا سلام. الست اللي ماتت من اربعتاشر سنة ده رجالة مراته بتنوت بعد ستوشه وبيقطع الصور. ويقول برك يا جامع جات من عندها. بعد اربعتاشر سنة. مش ابنه ليه خيمة عند الكعبة عند قبر خديجة. يا سلام. يا سلام. حلوة قوي. قوي. طب ليه خيمة من ابني لك بيت يا رسول الله? لا. ليه? حتى يعلم الانصار أني عائد إليه. لو بنا بيتي بقعد في مكة. وهو وعدهم انه هو هيقعد معهم عشان كده اتدفن في المدينة صلى الله عليه وسلم. شفت الوفاء تلاتة. خديجة. ابو طالب. الانصار في خط واحدة. ايه اخبار الوفاء بقى? احكي لكم حكاية. الوفاء ده يا جماعة لو حد ايمانه ضعيف وعايز ايمانه يعلى النهاردة. النهاردة النهاردة. يعمل التليفون اللي بقول لكم عليه. احكي لكم حكاية. مرة كنت آآ آآ في واحد وقف جنبي في حياتي كتير. الشيخ صالح كامل. لعلكوا كتير تعرفوا. صاحب قناة اقل. وبعدين لظروف كتيرة فرقتنا الايام وخلاص انا بقيت شغال فحاجة تانية. لكن بيننا الود في يوم انا كنت في لندن وجالي في ليفون. الشيخ صالح كامل بيعمل عملية في القلب. فانا وممنوع الزيارة. اللي بيزوره بيقعد بس دقيقة يقف ويخرق. طب هو بيعمل عملية فين? في ميونيخ. وانا فين? انا في لندن. فطبعا يعني بالطريقة يعني للأسف. حاجة مش لطيفة يعني قلت خلاص بقى لما يبقى يطلع أبقى أكلم وسلم عليه. فكلمني صديق لي قال لي هو مش الشيخ صالح في ميونيخ بيعمل عملية. قلت له اه قال لي مش عيب انك ما تروحش فين الوفاء. فقلت له اروح لندن بالميونيخ عشان ندخل دقيقة وانشي. قال لي يستاهل الوفاء ولم يستاهلش. فجمد عزمتي. خدت الطيارة. طلعت من لندن. وصلت ميونيخ. خدت تاكسي على المستشفى. دخلت المستشفى. قبلت ولاده قالوا لي هو جوه. ممكن اسلم عليه. ممكن دي ايه او تطلع كلام القطباء. دخلت انا بدعي لك وبتطمن عليك. سلام عليكم. خدت التاكسي. رجع المطار. وانا رجع المطار. عرف لما تحس ان في ملك من الملائكة مثلا امفاتح قلبك. وامجيب اناء كل ايمان وقعد يدلق في قلبك. فجأة ترمومتر الايمان. وقلت نفسي بقول ادعي ادعي ده اجابة. مش معقولة لحلة الايمانية اللي انا فيها. والله يا جماعة الوفاء ده. بيعلي ترمومتر الايمان بشكل. حد حيعمل ترمومتر اه حد حيعمل تليفون وفاء بعد. وبعدين ممكن تعمل حاجة حلوة قوي. ممكن تعمل كود عندك في التليفون بتاعك بالنسبة بالفضل. انا اعمل كده. عشان كل شوية تقوم مكلمهم. وتسمي المسلا الكود وفاء. بس او مراتك تمسكوا اه تعمل لك تعمل لك مشكلة. بس اقول لكم على حاجة تانية جميلة جدا في الوفاء. حاجة حلوة قوي. الوفاء للزوجة. شوفوا كمية الستات اللي واقفين هنا. ورا كل واحدة ستة قعدة هنا قصة وفاء مع جزها او مع ولادها. والله العظيم طبعا بيسقفوا طبعا عجبتهم. والله يا جماعة. وانا بزعل بزعل لما تلاقي رجالة كتير بعد ما وقف على رجليه. اه دي مش اصالة في زمن الصعب. مش اصيلة. احكي لكم حاجة. الادب الانجليزي ده خطير. بيعلمه للولاد في المدارس في انجلترا قصص للوفاء. فمن ضمن القصص اللي انا شفتها في الادب الانجليزي وبياخدها الاطفال في المدارس. انه هو كان مجند في الجيش البريطاني. فالحرب العالمية التانية والمعركة طالت فبدأ الجنود يطراخوا ومستعدين يموتوا بقى زهقوا من طول المعركة مع الالمان. فبيموتوا. فقائد الجيش البريطاني كان صح صح من تقطع يعني. فلا ان الحل عشان يرفع الروح المعنوية للجنود الحل هو الايه? ده عندهم ما نشدعوا يعني الحل هو المرأة. فطلب من البنات الانجليزيات كل واحدة راسل واحد على الجبهة في المعركة. تبعت له جوابات. فما كانش فيه ايميلات ومش عارف صورتها وهي مش عارفة صورته. فهي عمالة تبعت له وهو عمال يرد. هي عمالة تبعت له. حبها جدا. وتعلق بها جدا وهي تعلقت به جدا. بس ما شفهاش. شهر في اتنين مرة كان داخل معركة ومتراخي لأ جواب منها فشدت روحه المعنوية فربنا انقذه من الموت بسببها. ها 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 ها. خلصت المعركة. بعت لها قال لها انا راجع استنيني قدام محطة القطر. قالت له بس انت ما تعرفش شكلي. انا خايف تشوفني معربكش. فحتجرحني لو بعد المدة دي كلها. وقفته قدامي وقلت لي شكلك مش عاربني وقمت سيبني ومشي. فانا هحط وردة حمره في عروة الجاكت بتاعي. وانت نازل من القطر شوفني لو عجبتك اقف لو ما عجبتك شبني ومشي عشان ما تجرحش. فحطت بقى. فهو بقى القطر بيقرب من المحطة وهو قلبه بيدق حلوة وحشة حلوة وحشة حلوة وحشة لغاية. وقف القطر نزل من القطر شفها حط الوردة الحمراء واقف قدامها طلعت وحشة قوي. قوي. فامواخد بعضه وايه يا فكيك. واما عدي وماشي وصل على باب المحطة. بدأ بقى صراع مع النفس. جي وقفت جنبي. بس وحشة قوي. بس دي انقذتني من الموت. بس وحشة قوي. بس دي روحة جميلة. بقى ها 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 ها. في الآخر اختار الوفاء. املافف وراجع وقف قدامها. قال لها. انا اللي انت بتدور عليها. قالت له لكن مش انا اللي انت بتدور عليها. اللي بتدور عليها البنت الحلوة اللي قاعدة هناك هي اللي ادتني الوردة الحمراء عشان تشوف انت هتوقف ولا اذا النقطة التالتة مين يعهدني على الوفاء. النهاردة ان شاء الله مش كده. ويحط الكود. يبقى احنا قلنا ثقات حاجات لغادي الوقتي. انزل للغلابة. انزل للناس وساعدهم. اشتغل في هنا في كندا. ودور على جمعية خيرية ونضمي لها وساعد الناس في بلدك. واحد عشان تحافظ على نفسك في الزمن الصعب. اتنين لازم تكون وسطي. لازم. وتتطمني على ولادك اول بول. متدينين لازم يكونوا مؤمنين. وفي نفس الوقت منفتحين. النقطة التالتة الوفاء عشان تحافظ على القصالة. النقطة الرابعة وقبل الاخيرة في الزمن الصعب اللي احنا فيه الناس بتبقى تقليدية. حتى للشباب مهمة دي. يعني ايه تقليدية مش عارفين يطلعوا افكار جديدة. مش عارفين يجددوا الدنيا مقفولة عليهم. اقول لكم جملة حلوة. كتبوها حلوة جدا. لا يمكن البحث عن الكنز المفقود بخريطة قديمة. حد فهم حاجة? تاني. لا يمكن البحث عن الكنز المفقود بخريطة قديمة. يا عم انت مسك خريطة بقالها مية وخمسين سنة. والارض معلمها تغيرت. وانت مصر تطلع الكنز وتقول لي عايز تعمل النهضة بخريطة قديمة? لازم خريطة جديدة. لا يمكن البحث عن الكنز المفقود بخريطة قديمة. طب ايه يعني عايز مننا ايه? ربي اولادك ان هو يطلع دماغه بتشتغل متجدد. ما تحطيش طريقة قفلين دماغنا. كان ليها يا صديق دمه خفيف جدا. هذا الرجل قاعد يقرأ كتاب لواحد اسمه شاكيب ارسلاني. الكتاب مكتوب من مية سنة. فالكتاب بيوصف بيوصف اسطنبول. بس مكتوب من مية سنة. وبيوصف ان اسطنبول تي حلوة جدا 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 ورائعة. وجاي فصل كامل بيوصف مسجد اسمه المسجد الازرق. فبيقول بقى المسجد الازرق تطلع له بسلالم كأنك ترتقي الى السماء. وبعدين تدخل مسجد تلاقي المية تحتك ووصف رهيب. صاحبي دون بعد قعد يتمنى ان يزور تركيا ويشوف المسجد الازرق. بعد عشر سنين راح تركيا. نزل قال له ما انا عايز المسجد الازرق. يقول له يا عم انت بتوصف في حتة غير اللي احنا بنقول عليها مفيش كلام من ده. يقول لهم لا ده كده والسلالم يقول له مفيش كلام من ده. ملقاش اللي هو بيدور عليه. اتاري الكلام اللي هو كان بيقراه. مكتوف في كتاب الكتب من مئة سنة. والدنيا اتغيرت. ممكن ما تكبريش ابنك على طريق التفكير معينة. ممكن نسمح لولادنا ان هو يبدعه ويفكره. ممكن نسمح لهم يتعاملوا مع التكنولوجيا بشكل متجدد. انا بحب قوي النبي صلى الله سلم وهو بيوافق لسيدنا سلمان الفارسي على فكرة حفر الخندق في وقت عصيب. خلاص دول داخلين علينا. مين يطلع فكرة جديدة? احنا لا 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 خلينا في التقليدي. لا نحفر الخندق وليه لا. فكرة جديدة. ايه يا شباب يا بنات. عايزينكم محافظين على اصل الدينكو طبعا. طبعا. عايزينكم متدينات طبعا. طبعا اكيد. بس عايزينكم حرين في تفكيركم. كل بلدنا العربية دلوقتي كل اللي بيتكلموا فيها يفسهم يعملوا نهضة. بس كله بيدور بخرائط قديمة. محدش مستعد يكسر حواجز ويقول فلنفكر بطريقة جديدة. برا السندوق. انتم هنا عايشتين في كنا دي باخدوك يا بنات. باخدوك يا ولاد. احنا ما تعلمناش التعليم اللي انتم تعلمته. انا ما تعلمتش تعليم اللي انتم تعلمته. تعليم اللي انتم. اللي ابني بيتعلمه كمان. ابني الوقتي كل حاجة يقولك هعمل ريسيرش. هعمل. طريقة تفكير منفتح. الله يخليكم ما تقفلوش دماغكم. هوش معنى اللي عمل الفيسبوك. ما طلعش شاب مسلم في الآخر. ليه كل الاختراعات الحديثة والافكار المجنونة اللي بتقلب الدنيا. ما ورهاش مسلمين. ليه كده صحيح. ليه يا بنات. ليه. ايه واي تقولي لي ان الاسلام منعك. ما معنى اللي اخترع الفيسبوك شاب عنده 22 سنة. ليه مش انتي. ما معنى الاختراعات كلها تطلع من من حتة اخرى. ليه مش احنا. انا انا بحترم واحد قوي اسمه محمد افضل خان باكستاني. محمد افضل خان من اسرة باكستانية فقيرة جدا عايشة في باكستان. مات ابوه امه وهو طفل في حدثة عربية في الولد جاله انغلاق على نفسه وشبه تعقد. وقفل على نفسه خالص وبقى منطوي. عمه عايش في بريطانيا في مانشستر. عمه قال له انت حتقعد في باكستان لوحدك انا حاخدك عندي. راح بقى منطوي اكتر لان ما بيعافش تكلم انجليزي وولادة عمه كلهم بيتكلموا انجليزي فقفل على نفسه. مردش يدخل للمدرسة. فضل منطوي منطوي طب هيشتغل ازاي بقى عمه سبعتاشر سنة وما دخلش سنوي. طب ايه الحل في الاخر اشتغل سواء اوتوبيس. اوتوبيس مدرسة. ركب مع الولادة الانجليزة وهو بيسوق المدرسة. اطغاء صغار. العيال بتتكلم في في كلام كبير جدا. العيال بتعمل آآ سيرش وعملها تقول مين عمل ومين سوى وكلام كبير وهمش ههم حاجة. الجنن. حلف لا يتغير. رجع المدرسة سنوي. اتعلم انجليزي. طلع الاول على المدرسة. دخل كلية حقوق. طلع الاول على كلية حقوق. محمد افضل خان. اول عمدة مسلم لمدينة منشستر سنة الفين وستة. اول مرة عمدة مسلم لمدينة بريطانية. اخيالوا الشاب الفقير المعدم اول مسلم يبقى عمدة منشستر. مدينة منشستر عمدة بتاعتها واحد مسلم محمد افضل خان. دلوقتي محمد افضل خان في حزب العمال وبيستعد عشان حلمه الجديد ان هو يبقى رئيسه زراء بريطانيا. فوقه بقى يا بنات. يا شبابي اللي هنا اجمد. لازم تنجح. فكر واطلق فكرك وما تخافش. ما تخطش حدود. شايف السقف بتاع المكان اللي احنا فيه دواطي مش كده. لكن ربنا عل سقف السماء. عشان حلمك ما يبقى لوش حدود. ليه بقى? تخيلوا لو كان سقف السماء واطي زي سقف بيوتنا. قد ايه تكون نحن نبقى مقفلين? كبر. انا بكرة محاضرتي عن الحلم. ازاي تبني الحلم? النقطة الاخيرة اللي اختم بيها اه انا قلت اربع حاجات مش كده. حد فاكرهم? ايه بقى? اه ساعد الناس ساعد الغلابة. اتنين الوسطية تلاتة الوفاء اربعة تجديد. اخر النقطة اختم بيها. عايز في الزمن الصعب ده تخفض على نفسك. اقرأ القرآن كل يوم. القرآن. كل يوم. ها امتى اخر مرة قرأتي قرآن? رمضان اللي فات. صح? حد ختم بعد رمضان يا جماعة? حد جاب ختمة بعد رمضان? واحدة. واحدة? ما شاء الله. كويس. احنا كام هنا في القاعة خمس ستلاف? واحدة رفعت ايدها. اتنين? تلاتة. كلهم ستات. واحد راجل او تمام. اتنين? انت ختمت خد تعالى اطلع. تعالى لف. تعالى. اطلع بسرعة. انت ختمت خدمة بعد رمضان? ايو. انت اسمك ايه? احمد. احمد 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 ياسر فارغ. ومصري يعني مية مية. ختمت امتى? اعتقد من شهرين. ما شاء الله. انا فرحان بيك وفخور بيك. واشكر بابا وماما. كله شايفه? كله شايفه حد غيران? حد غر? شكرا. ايه القرآن يا جماعة? والله دي ده اللي انا عايز اختم به. الزمن ده صعب قوي. تعرفين القرآن بيعمل ايه يا جماعة? بيسبت حاجات. عارفين? عارفين لما يبقى فيه مروحة. المروحة دي المادية اللي احنا عايشين فيها. ففي ورقة على الترابيزة فالورق بيطير. فتقوم عامل جاي بسرعة جايب ايه? جايب حاجة مسبت الورقة بيها. مش كده? صح? مش بنعمل كده? ده القرآن. القلب بيطير. من المشاكل والتفرعات والتعقيدات. والحياة القاسية. طب ازاي ما يطرش? امسك قلبك. امسكه بايه اقرأ قرآن كل يوم? ان شاء الله صفحة. مش لازم تختم. بس تبقى ماشي في ختمة. ان شاء الله تخلصها بعد ستشوة. ليه اصلا انت وانت بتقرأ في القرآن هتلاقي وما الحياة الدنيا الا متاع الغروح. الدنيا ولا حاجة. فيزبت حتة في قلبك الدنيا ولا حاجة. ها? وبعدين تمشي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. فتزبت. يا ايها الذين امنوا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. فتلاقي نفسك بعد شوية بتسبح. قرآن ما يسبت. اللي عايز اللي عايز يحافظ على نفسه في الزمن دوا كل يوم شوية قرآن. عشر دقائق. مش كتير. عشر دقائق. بس تمشي في ختمة. عشان تفضل عايز تجيب الختمة. طب اقول لكم على فكرة حلوة قوي. الرجالة والستات. تيجي تعمل ختمة انت وامرتك. على على الموبايل. يعني ايه يا ختم على الموبايل? يعني تبعثوا البعض. والله وانت في الشغل. وهي في البيت. ويا بنات انت وصحبتك. ها? بتتدفقوا مع بعض. صورة البقرة الاية اتناشر. وصلت له رسالة. امراضة صورة البقرة الاية عشرين. ها? فات يوم ومحدش ارى. انت مقردش ليه? فبنفكر بعض. والله يا بنات والله انا اعرف ناس عملوا مع بعض تلاتين ختمة. تلاتين ختمة في خمس سنين. اقروا قرآن يا جماعة عشان عشان تثبته. قال يا رسول الله اقرأه عليك وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيريه. يا سلام على على المعاني الرقيقة في الاحساس بالقرآن. فقرأت عليه صورة النساء. حتى اذا وصلت الى قوله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. فنظرت اليه فاذا عيناه تدمعني. القرآن القرآن. القرآن يا جماعة روح. لما روحك تهبت خالص وتحس انك معنويا تعبانة ايه يا قرآن? ليه? وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. القرآن روح فوق روحك. تصدقوا بيقوي روح المعنوية. وننزلوا من القرآن ما هو شفاء. الناس الحزينة. الناس التعبانة. شفاء. ورحمة. الناس اللي قلبها بيدق خايفة. ورحمة للمؤمنين. يا السلام. انا خلصت. انا وصلت معكم الخمس حاجات. الوسطية يا جماعة. الوسطية. انزلوا للناس وساعدوا الناس. اخدموا كندا يا جماعة. اخدموا الناس في كندا. متعشوش لنفسكم. واخدموا الناس ولدكم. التالتة. النهاردة يوم وفاقة. صحيح فرق التوقيت عالي. بس اول ما تصحى من النوم اعمل تليفون. وحط ناس عندك لازم تتصل بيهم. وعلموا بناتك وولادك على كده. النقطة الرابعة كانت ايه? تجديد. افتح دماغك. افتح دماغك. النقطة الخمسة والاخيرة. القرآن. انا مبسوط جدا جدا جدا. انا جئت هنا كتير. بس اول مرة بقى بتكلم فعلا انا حس ان انا قاعد في بيتي. وان انا كده مش العدد الكبير ده ده انا والحبيب علي ودكتور طارق. يعني حس ان انا كده قاعد في في بيتي واهلي ودول بناتي اللي قاعدين واخوي قاعد وراء هو الشباب اللي موجودين. ان شاء الله في امل كبير حيتبني حيتبني بيكو جيل حلوة قوي 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 قوي. والايام اللي جاية حلوة. وخلي عندكم امل. انا محضرتي بكرة عن الامل. عن النبي وطريقة بناء الحلم في الناس. عشان ينجحوا. فقد تكون مفيدة للشباب قوي وللامهات يغرسوها في الشباب والابا. ندعي. نختم بدعا. يا رب يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. يا اجود الاجودين. يا من تسمعنا الان وترانا. يا رب اجتمع هذا العدد الكبير الهائل من المسلمين في هذا البلد. راضي عنا يا رب. اللهم لا نخرج من هذه القاعة الا وقد غفرت لنا. اللهم لا نغادر هذه القاعة الا وقد رحمتنا ورضيت عنا. يا رب ردنا الى بيوتنا الليلة مغفور لنا. تب علينا اهدنا سامحنا. اعفو عنا. قوي قلوبنا بالامان. حببنا في الامان. حببنا في الامان. حينه في قلوبنا. حبب الينا صلاة الفجر. حبب الينا القرآن حبب الينا القرآن. اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رقق قلوبنا ابكنا من خشيتك. اذقنا حلاوة الايمان. ايقذنا قبل ان نموت. ايقذنا قبل أن نموت احفظ ولدنا احفظ ولدنا اهدي ولدنا اهدي ولدنا اجعلهم صالحين مصلحين احفظهم لنا احفظهم لنا في صحتهم وفي عفتهم وفي دنهم وفي هدايتهم ثبتنا على الإيمان ثبتنا على الإيمان يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك أعننا على فعل الخير أعننا على خدمة الناس أعننا على الوفاء أعننا على الوفاء اجعلنا من عبادك الوسطيين اجعلنا من عبادك الوسطيين افتح علينا افتح علينا اغفر لنا وسع أرزاقنا اشفي أمراضنا ارحم موتانا تب علينا اهدنا اللهم من علينا بحجة قريبة من علينا بعمرة قريبة اللهم رد عنا رسول الله اللهم يا ذا الجلال والإكرام نلقى النبي يوم القيامة يطلقانا فرحا مسرورا يقول اني قد رضيت عنكم بما فعلتم اللهم تقبل منا اجمعين واعفوا عنا واغفر لنا واهدنا وادخلنا الجنة اللهم اكتب كل من حضر معنا اليوم او يسمعنا الان رفيق النبي في الجنة يا رب امين 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا واشوفكم بكرا ان شاء الله